بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في البداية نتقدم بالشكر جزيلا لأخوة في نهج والأخ الدكتور وليد الطبطباي على الدعوة وعلى تنظيم مثل هذه الندوة والتي المفروض أنها موقف الشعب الكويتي لا يحتاج إلى إعلام بل يجب أن يكون من خلال السلطة ومن خلال النظام تجاه السعودية الدولة التي لها مواقف لا تنسى وتعتبر هي الشقيقة الكبرى لكل دول الخليج وليس الكويت ولكن مواقفها مع الكويت كانت مواقف جبارة مواقف لم تقف دولة كالمملكة العربية السعودية وقفتها في الكويت في محنتها أشد محنة مرت على البلد وهي الغزو العراقي الغاشر تاريخ إيران يا أخوان تاريخ سيء تاريخ إيران مع الكويت لم نرى من إيران أي خير في هذا البلد بل كل الشر نجده من هذه الدولة التي لا تريد خيرا لا في الكويت ولا في أي دولة أخرى إلا في دولتها الفارسية العنصرية حتى الأقليات والقوميات الأخرى التي موجودة داخل ما يسمى إيران هي أقليات مهضوم حقها مغتصبة أقليات غير محترمة في إيران وهي مع ذلك تحمل الهوية الإيرانية فإيران دولة فارسية دولة عنصرية لا تغمر الخير لكل الفئات الأخرى والدول الأخرى والقوميات الأخرى ولذلك نحن مع إيران لو نسرت التاريخ ما عملت إيران في الكويت لو وجدنا الخلايا ووجدنا التفجيرات وكلها مثبتة يعني مثبتة بإجرام مثبتة بقضايا أحكام نهائية كما حدث في قضية الخلية التجسسية وقد صدر فيها حكم نهائي حكم التمييز أيضا الخلية الأخيرة التي قبض عليها أمن الدولة وقبضت عليها الجهات الأمنية في الكويت هي يعني خلية يعني مفروض أن الدولة تنتبه لمثل هذا الخطر العظيم الذي يهدد الكويت خلية مجموع أفراد المنتمين لها والتي قبض عليها مع القارب 26 شخص 25 من هؤلاء كويتيين وواحد فقط هو غير كويتي وهذا أمر خطير جدا يا أخوان يعني هذه الدولة تزرع الخوانة من المواطنين المنتمين إلى الكويت بأن يخونوا الكويت ويعملوا لصالحها وهذا الأمر مثبت في صحيفة الاتهام التي خرجت من النيابة تقوص صحيفة الاتهام واسلت النيابة العامة الاتهام في هذه القضية إلى عدد 26 متهمة جميعهم كويتي وجنسية عدى واحد متهم واحد فقط إيراني وأمرت النيابة العامة بحبس ووجهت النيابة العامة إلى عدد 24 من هؤلاء المنتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت هذا كلام خطير يا أخوان وتهمة السعي والتخاور مع جمهورية إيران ومع جماعة حزب الله التي تعمل لمصلحتها للقيام شوفوا التهمة للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلد وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تصنت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها هذا مو كلام بدر الدهم ولا كلام الأخوة النواب ولا كلام أي وعد هذا كلام من النيابة العامة هذا كلام صحيفة اتهام من النيابة العامة قالت ما وجهت إلى عدد 22 من هؤلاء المنتهمين تهمة تلقي تدريبات وتمرينات في حمل واستخدام المفرقعات والأسلحة والذخائر بقصد الاستعانة بها في تحقيق أغراض غير مشروعة فضلا عن تهم كيازة وإحراز المفرقعات والمدافع الرشاشة والأسلحة النارية والذخائر بغير تلخيص كما وجهت إلى عدد من المتهمين تهمة الانضمام والدعوة إلى الانضمام إلى جماعة حزب الله التي غرض هذه الجماعة غرض جماعة حزب الله نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطريقة غير مشروعة والانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد هذه جماعة حزب الله بحسب ما جاء في صحيفة الاتهام للنيابة العامة لهذه الخلية وأيضا تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين في تدريب متهمين آخرين على استعمال المفرقعات والأسلحة بقصد الاستعانة بمن يدربونهم على تحقيق أغراض غير مشروعة هؤلاء حكمهم خيانة والخيانة تستوجب الاعدام وإذا لماذا نحن نتعاطف مع إيران ونتعاطف مع الخوانة الذين للأسف يعيشون بيننا وهم يحملون الجنسية الكويتية ويقول أحدهم يعني أحد الأشخاص يلويلي يقول وهم يعملون في موقع حساس البلد موقع حساس وخطير يقول كلنا تناقش فقال لا تكلمون على رئيسي قال من رئيسك؟ قال رئيسي أحمد نجاة بهذه الصراعة وهذه الجرأة الوقحة هذا من يستحق أن يسحب جنسيتها وهذا من يستحق أن يرمى إلى إيران لا يستحق العجمان ليس أخواننا عبدالله البرغش والشيخ نبيل وأحمد الجبر وسعد العجمي الذين تسحب جناسيهم نحن نتعامل مع هؤلاء للأسف الحكومة تتعامل مع أذنان إيران باستحياء بخوف إلى متى هذا الخوف؟ إلى أن تذهب الكويت؟ يعني يجب أن نتعلم من التجربة البحرانية النظام البلد كانت تذهب إلى عدم الوجود وانتماء وتصبح يعني مستعمرة إيرانية العراق الآن مستعمرة إيرانية وأذرع إيران في لبنان أمثال حزب الله وأذرع إيران في اليمن الذين اغتصبوا اليمن وقتلوا الشعب اليمني الآن حزب الله ماذا يفعل؟ يفعل الآن مثل ما نرى يا أخوان في صور مضايا الناس تموت من الجوع هؤلاء لا يعرفون من الدين ذرة ولا يعرفون من الإنسانية كيف نريد أن نتعامل معهم باستحياء وخوف؟ إذا أردنا أن نتخلص من هؤلاء ومن هذا الخوف يجب أن نواجه هذا الخوف ومعنا جميع أخوتنا في الخليج والأخوة الذين يتضامنون معنا ضد إيران إيران نريد أن نجعلها تدحى وترجع إلى جحرها وتشغل بنفسها يجب أن نسقط أولا بشار ثم من خلال هذا المجرم إذا سقط سيندحل ما يسمى بحزب الله وذلك المجرم حسن نصر الله ويجب أن ندعم إخواننا في دولة الأحواز الدولة المحتلة التي ترفع الرافعات للمشانق على أساس أنهم بس يحملوا الهوية العربية ترى يقتلون شيعة ما هم سنة أكثرهم شيعة الذين يقتلون لكن فقط لأنهم عرب يقتلون من أجلال الهوية فنحن لماذا نجامل؟ لماذا نجامل هذه الدولة المجرمة التي لا تريد بنا خيرا؟ ولذلك موقفنا مع السعودية ما حد يزايد عليه الكويتيين كلهم الكويتيين الأصليين الكويتيين الذين يحبون الكويت يقفون مع السعودية أما الكويتيين الذين لا يحبون الكويت ما يسمى بالكويتيين لا يحبون الكويت وليدون مصلحتها هم الذين يؤيدون إيران ويسعون إلى الشقاق بيننا وبين أخواننا في السعودين وذلك أشكر في النهاية أشكر أخواننا في نهج على هذه الدعوة وصلى الله وسلم على نبينا محمد